واتحول إلى محافظة الشرقية عوض الغنام مراسلنا أيضا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة ليطلعنا على ما اتخذ من إجراءات احترازية وفي البداية سنتعرف منه بالطبع على المدينة التي هو فيها أصلا في محافظة الشرقية تفضل عوض نعم أحمد عيد سعيد المشهد هنا في مدينة الزقزيق وفي الشرقية عموما لا يختلف عما رصده الزملاء سواء في الجيزة والقاهرة والمنوفية هناك شبه التزام كامل من المواطن ربما حتى هذه الساعة نحن في ساعات الأولى من صباح اليوم سالس أيام العيد لكن من خلال جوالات قمنا بها قبل الوصول إلى حيث أنا متواجد الآن هناك كسفات منخفضة في حركة الناس في الشوارع وكذلك بالنسبة للمرور وحركة السيارات وهناك تواجد كسيف للغاية من رجال الشرطة والمرور عند الطرق الاستراتيجية والمهمة وإن كانت هناك محاور فرعية إذا ما كانت الأمر يستلزم ضرورة حركة الناس الأهم هو الكتابة والبيانة الذي وزع من قبل المحافظ على كل رؤساء المدن والمراكز هنا في محافظة الشرقية بالغاية كل الأجهزة الخاصة بالعاملين في الجهاز التنفيذي المياه والكهرباء والشرطة والإسعاف وما إلى ذلك الأهم ربما كذلك هو وجود خلية عمل على مدار الساعة في كل هذه المراكز أو من خلال إدارة أزمات أو خلايا لإدارة الأزمات أو وحدات لإدارة الأزمات تتصق وتتزامن لحظة بلحظة مع إدارة الأزمة الاستراتيجية والرئيسية هنا في مقر المحافظة حيث أنها تواجد في مدينة الزقذيق المتنزهات عموما في كل المحافظة في الشرقية سواء في الزقذيق أو غيرها الشبه مغلق أو هي بالفعل مغلقة أحمد لا يوجد أي تواجد أو حضور في الشوارع لحركة الناس حتى هذه اللحظة هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة هنا في محافظة الشرقية تفضل أحمد الزكالة ديك عوض هل بدى وكأن هناك قدر من استشراف المستقبل الإيجابي مثلا إذا كان المواطنون الذين حيل بينهم وبين قضاء العيد بشكل اعتيادي هل لديهم القناعة بأن هذه الإجراءات من شأنها أن تحتوي تدعيات فيروس كورونا؟ ربما الشاهد في ذلك إجابة على سؤالك أحمد هو ما رأيناه من الناس من خلال التزامهم حتى هذه اللحظة النسبة الذين رأيناهم من حركة المرينة في الشارع هم التزامهم بالكمامات وهو ما يدلل على إجابة على سؤالك بأن هناك التزام شبه تام وتوافق مع السياسات التي تؤكدها الدولة مرارا وتكرارا ودور الإعلام في ذلك يبدو أن رسالته باتت وصلت إلى كل ما رأيناه هنا في محافظة الشرقية بالإضافة إلى الأرقام التي تتحدث عن وجود بعض الحالات في محافظة الشرقية والتعامل معها من قبل وزارة الصحة بات من الضرورة إلى أن لدي الناس الالتزام خشية على أرواحهم ووقاية لأنفسهم من جراء تدعيات فيروس كورونا سلم مصر من كل شر إن شاء الله والرسالة تبدو جالية واضحة منك عوض ومن الزملاء جميعا الذين يحرصون وبشكل دائم على الظهور مرتدين الكمامات التي تشكل سبيلا معتبرا من سبل الوقاية من فيروس كورونا